برلمان برئاسة أو دون رئاسة لم يحقق شيئاً يعود على العراقيين بالنفأ حتى تحول إلى حلبة صراع وسوق مساومات على الحصص والمكاسب السياسية والمادية بعد شهور من إقالة محمد الحلبوس من رئاسة البرلمان بتصفية سياسية كما وصفها مراقبون بقي المنصب شاغراً وفتح الباب أمام المساومات والمشاورات حول تنصيب بديل له ليفتح الصراع على مسرعيه بين القوى السياسية التي يريد كل طرف فيها أن يفرض كلمته ويعزز نفوذه وسطوته في السابق كان الصراع في العراق يتراوح بين الصعود ونزول بمسافات محدودة لا تتعدى الخطوط الحمراء التي أحطها النظام السياسي بالمتصارعين ونزاع لا يعد كونه ظفر بأكبر حصة من المغانم والمصالح لكنه تحول في الأوينة الأخيرة إلى صراع إرادات كان الاختلاف لا يخرج في حقيقته عن الانقضاض على السلطة وإمكانية تراضي الجميع وتصحيحه في الوقت المناسب بينما تحول صراعهم اليوم إلى ما يشبه كسر العظم حتى اختفت قواعد الاشتباك ما يوحي بتصعد أصوات طبول الحرب وأحداث قد تسعر الصراع بين أطراف العملية السياسية مشهد سيعجل بفتح الباب للحساب السياسي وإعادة تموطع الأحزاب والكتل السياسية بعد تعر النظام السياسي وسقوط ورقة التوت التي تستره في نظر الشعب ومهما تكون النتيجة يتساءل العراقيون ما الذي سيقدمه البرلمان من فائدة تمس قضايا المواطن اليومية وهل لرئيس البرلمان أهمية في السلطة التشريعية إذا كانت القوانين والقرارات لا تعتمد إلا بموافقة الأحزاب المتحكمة بالمشهد منذ أكثر من عشرين عاما